ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله حول فتاة مع الضحية الذي كان يشتغل قيد حياته حارسا ليليا وهو الدافع الرئيس وراء اقدامه على اقتراف هذه الجريمة واضافت ذات المصادر ان عناصر الشرطة القضائية تابعة للمنطقة الاقليمية للامنة بسلا تمكنت من توقيف الجاني في ضرف خياسي وذلك على ضوء معطيات جرى تجميعها خلال التحقيق الذي مكن من تحديد هويته واوردت المصادر عينها ان الجاني جرى اخضاعه لتدابر الحراسة النظرية ارهن اشارة التحقيق قبل تقديمه على انظار النيابة العامة للبت في المنسوب اليه